مرحبا بكم من جديد ان شاء الله تكونون بخير اليوم عندنا فيديو عن الانشاءات سبقوا ان نزلت لكم انشاء اليونت الاول والثاني رح اخلي لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف وحاليا بهذا الفيديو رح ناخذ انشاء اليونت الثالث والرابع انشاء اليونت الثالث هو عن الحياة البرية الوايلد لايف شان يجينا السؤال write about wild life هي شي تمام بس قبل لنكمل اللي ارجو منكم انه تخلون لايك للفيديو وتشتركون بالقناة فضلا وليس امرا اوكي فخلطيكم فكرة عامة بالعربي عن الانشاء الانشاء هو شنو نحتي عن الاهوار العراقية المارشز فنقول انه الاهوار طبيعية جدا والناس يربون الاغنام والماعز ويزرعون الرز والقمح والشعير والناس يعيشون في بيوت مقوسة ويستخدمون القوارب للتنقل وفي الهور انت تستطيع ان ترى انواع مختلفة من الطيور مثل الفلامينجو مالك الحزين وبعض الناس يعيشون على صيد الاسماك وتوجد انواع مختلفة من الاسماك في الاهوار هو هذا الانشاء كله بالعربي زين هسه شنو رح نبدأ نقرأ ونترجم اوكي خلنبدأ هنا عدنا wild life معناه حياة برية write about اكتب عن تمام نبدأ the wild life in Iraqi marshes الحياة البرية في الاهوار العراقية اوكي مثل ما قلنا يا حياة برية اللي بالاهوار يعني راح نحتي عن الاهوار فمارشز هي اهوار شبيهة is very nature هي طبيعية جدا people raise sheep الناس يربون الاغنام and cuttle والماشية cuttle معنى ماشية sheep معنى غنم undergrow ويزرعون rice, wheat and barley rice هو التمن wheat القمح pearly الشعير تمام they live in arched houses هم يعيشون في بيوت مقوسة arched يعني مقوس houses منازل live يعيش and they use poets وهم يستخدمون القوارب poets قوارب use يستخدم to move around لكي يتنقلون بالجوار move around يعني يتنقل بالجوار in march في الهوار you can see انت تستطيع ان ترى a different types of bird انواع مختلفة من الطيور different مختلف types انواع of men جاي هنا بمعنى من birds طيور like يعني مثل flamingo flamingo اللي هو هذا صورته شوفه وردي كلش لطيف and herons مالك الحزين herons some people بعض الناس live on fishing يعيشون على صيد الاسماك there are يوجد different types انواع مختلفة different مختلف types انواع of fish من الاسماك in the marshes في الاهوار والهنا خلصنا انشاء اليونت الثالث ازيان انشاء اليونت الثالث مرة يجينا هيتش من يقول لنا write about wild life شنو نكتب هذا الانشاء بس اذا قل لنا اكتب fact file الفاكت فايل معناه انو تسوون جدول بالضبط نفس هذا المسويته زين هذا الجدول شنو وهو هذا الانشاء الي ديش الساعة قرينا نجيبه نخليه باول عامود هنا زين تمام زين شنسمي هنا العنوان وهنانا الحشي الي يفسر هذا العنوان تمام فهو شنو شي يقول لك بالسؤال وانت تعرف تكتب هذا الفاكت فايل شي يقول لك يقول لك write a fact file about wild life لاحظوا fact file تمام من يقول لك fact file اكتب الجدول فنجي نوع الحياة البرية زائد مثال تمام هذا معناه kind of wild life زين فانتو تجيبوني الانشاء الحافظي تخلوه ثاني سطر هنا اش عدناش نكتب where الموقع دي سؤلك اين هاذا الوايلد لايف اللي اختارت احنا اختارنا المارشز الاهوار اين تقع south east of Iraq الجنوب الشرقي من العراق وين متى انت دا تتحدث عن الاهوار بيا وكيت تكتب له in the present time في الوقت الحالي present يعني الوقت الحالي او الحاضر زين ثالث عامو تشي قلك what has changed ما الذي تغير يعني ش تغير بهاي الاهوار why لماذا زين نقول له شنو تغير وليش اللي راح نكتبه هو نقول انه بسنة الالف وتسعمية وتسعين اغلب الاراضي الرطبة جفت مما ادى الى انقراض العديد من انواع الطيور فشان راح نكتبها بالانجليزي in 1990 في الف وتسعمية وتسعين most of wetland اغلب الاراضي الرطبة wetland هي الاراضي الرطبة has dried up جفت dried يعني جفت الماضي ما لدراي so that بسبب ذلك many types انواع عديدة of birds من الطيور extinct انقرضت extinct تمام كلش سهل اوكي نكمل what do students think about ما الذي يعتقده الطلاب يعني شي يعتقد الطلاب عن المارشز شي راح نقوله يجب حماية الاهوار لانها تمثل منطقة سياحية فنقوله بالانجليزي كالتالي we must يجب علينا protect ان نحمي protect يحمي marshes الاهوار because بسبب it is انها a tourist area منطقة سياحية tourist سياحية area منطقة او مساحة تمام خلصنا همينا هذا الفاكت فايل جدا سهل اتمنى تكونون افتهمتو فاستشنو ننتقل لي انشاء اليونت الرابع اخر انشاء بهذا الفيديو هذا هو انشاء اليونت الرابع شنو عنوانه يقولك write about your life انو تكتب عن حياتك انت اسمك وين ولدت اين تعيش الان مع منو تعيش اش قدعدك اخوان واخوات شنو حلم الطفولة مالتك شنو الدرس المفضل اليك بالمدرسة شنو هوايتك بالمستقبل اش تتمنى تكون تمام هو هذا موضوع الانشاء شنو يجينا السؤال بتضبط نفسهاي write about your life تمام فنبدأ بالانشاء my name is noor اسمي هو نور مثل ما قلت لكم بتبدون تقولون صفاتكم بس شنو كل كلمة كل كلمة اني خالتها هنانا بالاخضر انتو تقدرون تغيروها للي ناسبكم يعني شنو هنا اني كاتبة my name is noor اسمي هو نور انتو هذا الاسم تقدرون تغيروه اتخلون اسمكم انتو تمام بس شنو تتبعون نفس هذا الترتيب الترتيب او الشي الاسم بعدين اين ولد بعدين وان يعيش الان تمام and i live in it now وانا اعيش بها الان in it يعني بيه من ايه بغداد now الان i live with my family انا اعيش مع عائلتي and i have وانا لدي four brothers اربعة اخوان هذا four تقدرون تغيروه التشكم اخعتكم تخلون and one sister واخت واحدة my childhood dream حلم طفولتي childhood طفولة childhood dream حلم الطفولة was to become كان ان اصبح become يصبح a teacher معلم هنا هاي معلم تقدرون تغيروها شنو حلم طفولتكم شنو تكونون مثلا دكتور مهندس طيار صحفي تمام my favorite lesson درسي المفضل is english هو الانجليزي او اللغة الانجليزية انتو ايضا تقدرون تغيروه تخلون رياضيات math history geographic اي درس انتو تحبوه my hobby that i will become بانني سوف will هي سوف become اصبح شنو a wonderful teacher معلم رائع وهنا ايضا تغيروها تقدرون شنو انتو تأملون تكونون بالمستقبل تمام وبس خلصنا فيديو اليوم اتمنى تكونوا نفتهمتوا واستفاديتوا اللي عنده اي سؤال خليليا بصندوق التعليقات واني اجاوب عليه اللي اتمنى منكم انو تخلون لايك للفيديو اذا افتهمتوا وتشتركوا بالقناة فضلا وليس امرا الى هنا مع السلامة